أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من CEO Talks اليوم نستضيف الدكتور ممدوح البقمي وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنفاس الطبية دكتور ممدوح أهلا ومرحبا بك معنا الله يسلمك مرحبا فيك وبالمشاهدين العزاء في البداية هل يمكنك أن تخبرنا عن الخدمات الطبية التي تقدمها شركة أنفاس في السعودية؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم شركة أنفاس هي تعتبر منظومة طبية متكاملة لتقديم خدمات الرعاية الممتدة المقصود بالرعاية الممتدة هو أي مرضى يحتاجون البقاء في المستشفى لمدة أكثر من أسبوع سواء من العناية المركزة المرضى يحتاجون التنفس الصناعي التأهيل الطبي إلى أن يتم تأهيلهم وعلاجهم للذهاب إلى المنزل ويتم بعدها تقديم خدمات الرعاية المنزلية كذلك في إطار الخدمات التي تقدمونها لديكم خدمة الرعاية الصحية المنزلية هل يمكن أن تخبرنا أكثر عن مميزات هذه الخدمة؟ نحن نقدم الرعاية الصحية المنزلية زي ما أنتم عارفين مع جائحة كوفيد أصبح الوعي بالرعاية في المنزل أفضل المرضى جميعهم لا يفضلون الذهاب إلى المستشفى المستشفى ما هو مكان كويس تكثر فيه الالتهابات البيئة النفسية للمريض بحكم وجوده في المنزل حول أهله وأصحابه وأحبابه تعتبر أفضل فنقدم جميع الخدمات من العناية المركزة في المنزل الأدوية الوريدية في المنزل العناية بالجروح والتقرحات والتوصيلات الغسيلة الكلوي في المنزل وهذه الطريقة يعني تكون أكثر أماناً للمريض بالضبط تكون أكثر أماناً بعداً عن الالتهابات التي تحصل في المستشفيات وكذلك الآن التواصل من خلال التلي مدسن يتم تواصل الأطباء مع المرضى مع أهاليهم في المنزل يتم المتابعة كذلك عن بعد في المنزل وبذلك يضمن المريض بعده عن المستشفيات بقاءه بجانب أهله وبنفس الوقت الحصول على نفس الرعاية الطبية التي يحصل عليها في المستشفى انتقالاً إلى التحول الرقمي يعني اليوم نلاحظ أن التحول الرقمي يطال كل القطاعات كيف تواكب شركة أنفاس التحول الرقمي وكيف يؤثر ذلك أيضاً على رفع جودة خدماتكم نعم سؤال جيد ممتاز إحنا لما بدأنا أنفاس بدأناها كشركة تقنية رقمية قبل أن تكون طبية والسبب لأن العالم الآن كله رقمي فإن لم تكن شركة رقمية لن تستطيع تقديم الخدمات اللازمة فنبدأ من الملفات الطبية ومن جمع المعلومات كلها رقمية بحيث من سلاسل الإمداد المنتجات المستهلكات الأدوية المريض الحالات الطبية والفارق هذا يمكن يتم تطبيقه فيه كثير من المستشفيات الفارق هو تحليل هذه البيانات الرقمية تحليل هذه البيانات الرقمية للارتقاء بالخدمة المقدمة وتقديم الجودة للمرضى فبذلك يكون عندك معلومات خاصة بالمنشأة بإمكانك تقارنها بالمعلومات الموجودة سواء على مستوى المدينة على المنطقة أو دولياً وتقديم الخدمات المناسبة والارتقاء في مناطق الضعف بحيث تقدم خدمات أخرى تواكب أو تناسب المرضى إذا أردنا أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بشكل تحديد الذي شكل نقلة نوعية بقطاع التكنولوجيا كيف يدخل في خدماتكم الطبية؟ وهل يطال كل الأقسام أو بعض الأقسام؟ صحيح ملاحظة النطاق الطبي دائما متأخر بتطبيق التقنيات الحديثة أكيد الذكاء الاصطناعي الآن يعني يشكل ثورة بالعالم كله 2023 العام الماضي كان عنوانه الذكاء الاصطناعي صحيح ومن هذا المنطلق بدأنا في أمفاس في مستشفى أمفاس بتطبيق الذكاء الاصطناعي في الأشعة نظام الأشعة الصدرية ونظام الأشعة المقطعية تبنينا النظام موجود في شركة أمريكية هندية بحيث أنه يتم قراءة الأشعة مباشرة في حال الحصول عليها بعض الأحيان يعني تحدث حالات طارئة في نصف الليل يتم الحصول على الأشعة يمكن الطبيب المناوب ما يكون عنده القدرة لقراءة هذه الأشعة فيتم مباشرة تلقائيا إعطاء التشخيص لو كانت حالة طارئة الطبيب ينتبه بإمكانه مكالمة الاستشارية المناسب للعمل على علاج هذه الحالة ما يغني هذا عن الطبيب الطبيب موجود ودوره موجود ولا يؤخر من دوره ولكن وجود هذه التقنية مهمة جدا وتعتبر نقلة نوعية لدرجة أنه أحد الشركاء معنا أردنا تطوير هذا الحل كذلك محليا نعرف أن هذا الحل الآن أجنبي فبدأنا تطبيق مشروع إن شاء الله في نهاية 24 ننتج منتج مماثل بالذكاء الاصطناعي لقراءة الأشعة الصدرية والمقطعية ويكون إن شاء الله يمثل مشاركة في المحتوى المحلي وسيساهم في تطوير الخدمات وتميزها عن باقي أيضا المراكز الطبية انتقالا أيضا إلى نشاطاتكم من هم شركاءكم العالميين اليوم وإلى أي مدى الشراكة العالمية كما ذكرت في كافة الأقصام تساهم بتطوير خدمات أنفاس الطبية أيضا صحيح لا بد ما نستغني لأحد عن الناس التي تقدمت وسبقتك في القطاع فبداية أول ما بدأنا أنفاس تعاملنا مع شركة هيوستون ميتدست من أكبر المشغلين الطبيين في أمريكا أخذناهم في بداية الأمر لتصميم المستشفى لعمل على تحركات المرضى العناية الطبية الخطط الإكلينيكية كلها تم الاستفادة من الخبراتهم السابقة وتطبيقها في مستشفى أنفاس كذلك بيننا علاقة مع جنرال إلكتريك شراكة استراتيجية بدأنا أول تعتبر في الشرق الأوسط هذا اتفاقية خمسة عشر سنة تعني أنه نستفيد من الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى جي إي لمدة خمسة عشر سنة بحيث يواكب التطور أي تغيير يحصل في التقنية لابد أن يضيفوه لنا وبذلك نستفيد من التطور الرقمي والمعايير العالمية والمعايير العالمية بالضبط فهذه الشراكتين الحمد لله ساعدتنا في إعطاء خدمات وجودة مختلفة عن باقي المستشفيات انتقالا الآن إلى التحديات ما هي التحديات اليوم التي تواجه شركة أنفاس وأيضا القطاع الطبي بشكل عام في السعودية وكيف تواجهونها؟ هذه كبيرة شوية القطاع الطبي صراحة قطاع واعد وناجح الآن ومتطور بشكل كبير المعضلة يمكن أن تحدي الكبير الكوادر الطبية سواء من أطباء تمريض طاقم طبي ما شاء الله البلد والسعودية فيها إنتاج من الطب والقطاع العامل الطبي كبير وناجح لكن الطلب كذلك أكثر كذلك حتى من خارج المملكة بعد الكوفيد يمكن لاحظنا تقليص الأعداد بعضهم صار يذهب إلى أوروبا وفضل أمريكا فالنقص الحاد في هذا القطاع بوجود الطلب الشديد تعتبر معضلة كبيرة بالنسبة للقطاع الطبي ككل ولأنفاس بالذات فنحاول تقديم برامج مميزة نحاول الاستقطاب بإعطاؤهم تطوير الذات أشياء تكون مختلفة بحيث أن الموظف يفضل البقاء في أنفاس مع هذا لابد السوق مفتوح في منافسة شديدة مستشفيات كثيرة جديدة فرص موجودة لها القطاع الطبي فهذه من أكبر التحديات التحدي الآخر الذي هو الجيو بوليتكل جغرافيا المنطقة أعوامل الخارجية يعني نعم الخارجية غير متوقعة تأثرت مثلا سلاسل الإمداد بالحرب الأوكرانية والروسية وما إلى ذلك هذه الأشياء نحاول نتفاداها بوضع احتياطي بحيث أنه يغطي بعض الأشهر لو لا سمح الله حصر تضمان يعني بحال تفاقمة التوترات الآن انتقالا أو لنبقى بمهارات الموظفين التي تحدثت عنها هل هناك برامج لتحفيز مهارات الموظفين وكيف أيضا يؤثر ذلك على تطور الرعاية الصحية أكيد هو أكبر استثمار استثمار في الموظفين خصوصا قطاع الطبي القطاع الطبي يقوم على الموظفين على عكس القطاعات الأخرى يمكن فنعتمد في تطويرهم على البرامج كل قسم يقدم برامج التطوير التي تتعلق بالقسم ذاته مثلا إدارة الجودة تقدم برامج على معطيات الجودة مكافحة العدوى تقدم برامج لتطوير الموظفين سواء الطبيين أو غير الطبيين هذه تكون ساعات محسوبة كذلك التعاون مع الجامعات المحلية كمثال جامعة الأميرة نورة تعاوننا معها في برنامج لعلاج التقرحات السريرية وقعنا اتفاقية مع جامعة المعرفة للتعاون الطبي بين الجهتين وتطوير الموظفين كذلك الموظفين المميزين اللي يبغون يكملوا مثلا ماجستير في إدارة الآمال لهم استثناءات بحيث نطورهم وبهذه الطريقة على الأقل تطور الكفاءة تنعكس على أداء الموظفين تنعكس على معطيات العلاج المرضى وتحتفظ بهؤلاء الموظفين دكتور ممدوح انتقالا إلى الاستدامة البيئية كيف تواكب أيضا اليوم أنفس الاستدامة البيئية التي تعتبر من أولويات وأهداف السعودية؟ صحيح وهذه تبنيا تماشيا مع 20-30 ورؤية 20-30 نبدأ كمثال النفايات الطبية والنفايات غير الطبية هذه التعامل مع شركات تعمل على التدوير بحيث تم التخلص منها بطريقة مناسبة لما بدأنا تصميم المبنى صمم بطريقة أضفنا سينكرونيزيشن بانيلز بحيث أنها مع التعاون مع شركة الكهرباء تخفض الاستهلاك الطاقي تقريبا بعشرة بالمية وهذا يرجع كذلك على أساس الاستدامة البيئية بالنسبة لمشروعنا التوسع القادم سيكون إن شاء الله فيه جزء كبير من اعتماد على الطاقة الشمسية وكذلك زيادة المسطحات الخضراء تماشيا إن شاء الله مع الرؤية 2030 انتقالا إلى مشاريعكم المستقبلية يعني ما هي مخططاتكم للمرحلة المقبلة وهل هناك أيضا نية للتوسع خارج السعودية وأيضا هل هناك نية للإدراج في السنوات المقبلة إن شاء الله ننوي الخمس سنوات القادمة نتوسع في المملكة العربية السعودية وفي الخليج الآن سنقوم إن شاء الله ببناء إضافة 140 سرير إضافة للطاقة الاستعابية الحالية وإن شاء الله بعد الخمس سنوات سنتوسع بحول الله في منطقة الشرق الأوسط بحسب الظروف هدفنا أن نكون إن شاء الله مطروحين في تداول نرى أنه بخلال 4 إلى 5 سنوات في 28 أو 29 إن شاء الله نكون مطروحين في سوق تداول بحول الله دكتور ممدوح نتمنى لكم كل التوفيق في أعمالكم وشكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا لكم ونتشرفنا بهذه الفرصة إذن كان معنا الدكتور ممدوح البقمي وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنفاس الطبية وهنا وصلنا إلى نهاية حلقة سيئو توكس إلى اللقاء اشتركوا في القناة